السلام عليكم وبركاته باسم الله الرحمن الرحيم التجربة أو إمبريولوجي من الكدني و الزيورب طبعا اتكرنا لأننا نتوي بتاع الكدني واليورب فالمقول لجماعة الكدني زي ما أنتوا عحيين ده الإكس كريكوي بار الانتراطوران فيتال لايف بيتكون واحد يتكون ويحصل يتكون اللي بعديه يحصل يتكون اللي بعديه وده النهائي الرينال سيستم الأولاني المبدأي البداي يبقى اسمه إيه؟ البداية دائماً يا جماعة بتاعي عليها برو البرو دول اللي هي البرايماري فعلا اللي هي أول حاجة وعشان كون أول رينال سيستم هيتكون عندنا اسمه برو نيفروس بقى كون هيتكون واحد انتقالي واحد انتقالي كده في النص انتقالي كده حاجة متوسطة أو في النص عندنا يتقال عليها ميزو نيفروس نيفروس بقى كون بقى النهاية بتاعتك الاخر بتاعك دائماً الحاجة الأخيرة والنهاية يتقال عليها ميتا نيفروس فالبرو نيفروس ده البداية الحاجة البداية خاص تختفي يتكون الحاجة الانتقالية الميزو نيفروس بقى تكون النهاية بتاعتك والاخير اميتا نيفروس اول كده هتتكون عندنا جماعة هتتكون فيه اول الانسيستم هتتكون عندنا بيتكون في السبايكا ريجو في منطية النيفروس على فكرة كل الكدنس اللي انا حقولها بتتكون في البلايد اللي انا ملونه افضر ده ده عمارة عن البلايد بالميزو دير بالميزو دير اسمه انترميد بالميزو دير في الانترميد بالميزو دير في السبايكا ريجون اول حاجة حيتكون عندك برونيفروس البرونيفروس ديان عبارة عن حاجتين عبارة عن تيوبولز ودول كلهم لازم حيصوب يبقى اسمه ايه الدخل دولة برونيفرق دخل ففي السربايكا الريجون البداية بتاعتنا تبقى اسمها برونيفرس بتتكون من برونيفرس او برونيفرق تيبيولز وبرونيفرق دخل عددهم كامل جماعة دول دول عددهم مش كتير دول من سبعة لعشرة تيبيولز السبعة عشرة تيبيول ده ليهم ميديا الاند ولا لها ميديا الاند ولها طبعا اللاتر الاند واضح ان دول كلهم هزي بيصفوا في مين بالدكت اللي اسمه برونيفرق دكت طب الميديا الاند ده ايه اخبار ده بيعمل ايه يعني هستمر بقى الاسمه دي ده 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 في الامبريو عشان تباين لك البرونيفرق تيبيول ده ميديا الاند والاند ليلاتر الاند دوه اللاتر الاند ده ان اتفاء nope اسمه برو نافريك ده. طب الميديا الان جبعا. الميديا الان دوا هنقص تلاقي جوه في نتورك اف كابالاريز. وزي ما انتم ععفين الكابالاريز بتاع الكتني بيطق عليها. جلوميريولاس. دي يا جماعة يطق عليها انترنال جلوميريولاس. لانها جوه البرو نافريك تيبيون. api انترنال جلوميريولاس. اذن exhibit internalyn aglomerulus. وان انا قلته انترنال إبقائتي في ecHA internal glomerulus. والEc差 is external أي Johanna. لانها برا البرو نافريك تيبيون. 카메라ترنال في الجوف müsال الليها الاسم والأكسترنال جلوميريولاس. وغير ما يقول البرونيف التيبيون فتح كابت دائما. الكابس من الكابت، الكابت دائر ما عليهم السيلة ومن الكابتين. يبقى عندنا البرونيفربيول دائرة اللي هي البداية بتاعنا. اللي هي لاترال ايند وميديا الان. اللاترال ايند فاتح في البرونيفربيول. وفي البرونيفر سوليدال ومجمع기 والبرونيفربيول ميديا بتستعب الانتيرنال جولوميدرس. وفيه قلوميدرس كده برارة مالهاش هاي لازمة اسمها إكستيرنال جروميترس وخد بالك اللي المرير في الكتوبيول فتحة وكونيكتد ويزة السيلوميك كبيرة هيحصل إيه بها للسيستم ده الأولين اللي كونه ده أول رينال سيستم الكون اسمه برو نيفروس هيحصل إيه؟ إيه تيبيوليس هتختفي تماما مالهاش هاي وجود في البني آدم الأضغط اللي هو طب الضغف دوا الضغف دوا الضغف دوا رايح فين بتاعنا دايما مع البرونيفريكتد بتبص ليه بيانو كودالي كودالي عشان يفتح في مين؟ في الكابيس ده اللي اسمه الكلواكة وطبعا كلكم عارفين بكلواكة من أيام الديبيرومنت أوف زي جي اي تي نبوصل يا جماعة الجزء اللي فوق ده من البرونيفريكتد بيختفيه كمان بل الجزء الفودالي بتاعه ده كله بيستمر بيستمر معارينا السيستم اللي جايه اللي اسمه ايه؟ ميزونفريكتد ويبغا اللي بيت القرونيفريكتد دوال هيستمر الكابيس ميزونفريكتد ده حيبا ده أول ميزونفريكتد داد أي من ده اللي هو عبارة عن برونافكتد وده في السربايكا البرونيفوس ده هو وليح تيوبيول وليح ضرد. برونيفريك تيوبيولز وده من سبعة لأشعر. بيصبوا في البرونيفريك ضرد. والبرونيفريك ضرد داورة كودة عشان يفتح في الكل واحدة. التيوبيولز بتاعد لهانيدية الانت بتستقبل انترنال جرومالوس. وفيه لها اكسترنال جرومالوس برنا خالص ما بتعملش حاجة. بعد كمان في عندنا التيوبيول دي المتصلة كمان بالسيلوميك كابيتي. التيوبيولز ليس لها اثر في البناءة من الاضط اللي هو اختفت تماما. والضغط. الضغط بتاعنا الجزء الابر بتاعه ده اللي في السربائي فريشل هيختفف. ويستمر الجزء اللي فيه سورسك واللمبر والساكر الريجون. بيستمر از الضغط بتاع السيستم اللي جاي. اللي هو يبقى؟ الضغط بتاع الميزو نفرس. فيتقال عليه ميزو نفرق ضغط. اوكي؟ نخش بقى على السيستم الجاي اللي هو مين بقى؟ الميزو نفرس. دول بقى من سبعين لتمانين. تيوبيول. خلاص هوا بقى البرونيفروز خلاص راح وراح قياما واختفى. وابتدأ الضغط بتاعين التيوبيولز ده هاي. اللي اسمها ميزو نفرق تيوبيولز. ميزو نفرق تيوبيولز ده هاي. اللي يعني ميزو نفرق تيوبيول. هتعمل ايه؟ والميزو نفرق ضغط ده هيعمل ايه؟ طبعا الميزو نفرق تيوبيول وضغط دول هيدوك حاجات مين لي. في الجينيتال. في الجينيتال سيستم. اللي احنا حديما ناخده بالتفصيل. هستعي الديفالومنت اوبسي جينيتال سيستم. في الرجالة اوفيس الستاد. نيكت ده اولا للتيوبيولز ده هاي هتديني ايه؟ وللدكت هتديني ايه؟ عند الهلك وانا كده بجادول جميل. والجادول ده خد بال. اما تلاقي حاجة في جينيتال يعني اعرفها كده المعرفة بالوقت كده مبدئيا. ودي مش عالين دلوقتي. هنبقى نعرفها بالتفصيل. اما نبقى ناخد الحاجات الجينية. ده اولا. ثانيا بيتديك برضو. بيتديك بيزونافرة الدكتور. بعض الحاجات اللي هات يطلخ عليها. امبريولوجيكال ريمينانس. ايه الامبريولوجيكال ريمينانس ديان؟ يقولك فيه حاجة اسمها. ابو منفروس. برا اوبو نفروس. حاجات زي كده هوا. الحاجات الجماعة عبارة عن حاجات. فايبرس كده هوا. ما بتشو مدفونة كده في حتة غريبة. جلوس لي احنا كابتوع اناتومي. عمرنا ما شفناها. فبيني امبريولوجيكال ريمينانس ديان. حاجات ما تشافش بالعين مجرده. عشان ما تجيش مثلا في الجينيتال سيستم. تقول لي وريني في السموتيك مثلا. الايب اونافروس. او البرع اونافروس. او الحاجات ده هيا. فدي امبريولوجيكال ريمينانس. يعني كده شوية فايبرس تيشو. ما بتشافش بالعين المجرده. في البناء عدم الاضر. بس بتقال عليها انها. امبريولوجيكال ريمين. الميزونيفريك تيبيون. او الميزونيفريك. الميزونيفريك. تيبيونس. بتديلك بقى. بتديلك. الدكتس. اللي طبعا منخصية. ترجيها لطبع. الدكتس اللي طبعا منخصية. الاسبيربس. ودي اللي طبعا عليها بازا. افرانشيا. فكل الاسبيربس اللي تكونت في الخصية. بتطلع كده من دكتولز. اسمها بازا افرانشيا. تروح لانين؟ تروح للهب. اف ابيدرمس. بعد جوابها عندنا. امبريولوجيكال ريمينانس. من اللي انا بقولك عليهم دول. فايبرس كده. بتشو جنب اللي بتدنيس بتقلع ليها. مش هتفرق معانا كتير. ده في الجال. في السدات. ما بتديش اي حاجة ذات اهمية. الميزونيفرق. بتدي. امبريولوجيكال ريمينانس. حاجة اسمها. ايب او اونيفروس. وبراء او اونيفروس. اللي انا بقولك. شاي فايبرس بودي كده اول. ما تكون في حتة اسمها. عمره ما حد ايه؟ شافهم ولا بص عليهم. نيجي بقى اللي ايه؟ للميزونيفرق. الميزونيفرق دول حيدي ايه؟ الميزونيفرق دول حيدي ايه؟ الميزونيفرق مرضو حيدي حاجة كده. امبريولوجيكال ريمينانس. اي كلام ما بتتشافش. اسمها ابانديكس. اي كلام. المهمة بقى انها بتدي بقى مين؟ بقيت الايبيديديمس. البودي. والتيلو في ايبيديديمس. وبتديه لك بقى الكهونة اطلقت سيستم بعد طلع من الايبيديديمس. هي الاسمها ابانديكس ازاي حفروح لحد اليوريسا. لازم تمشي في وتتغذك بسيكريشان زي جاي من؟ بسيكريشان زي جاي من؟ وهتم تصفها للخارج. ليوريسا. عن طريق الانجيكولاتوري داكس. فبقيت الايبيديديمس والباز والسيكريشان دور كلام جايين لك بقى من الميزونيفريك داكس. انتم بيقول مدكش غير مخرج الخصية اللي هو الباز وبداية الايبيديديمس اللي هو البقيتين دور كلام بقى الحاجات المهمة دي جاي من الميزونيفريك داكس. الميزونيفريك داكس. الميزونيفريك داكس. داكس. حيطلع منه دايبان تيبنا. انبعاد كده الخير. الانبعاد داكس. ايه يتربى في عزك داكس. داكس يكبر حاول. ويطلع عليك اصبح الميزوني طبعا. والترايجون 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 يا رستر. في الستات برو حاجة مبهاش غاية همية عنكم حد شافها. بيتقال عليها عايزين يشوف المنظر ده? يلا نشوف المنظر ده في الرسمة الحلوة دي. بوس كده. طبعا دي الخصية التي بنتهي تتكون جنب الميزونافرس. فجنب الميزونافرس التالي تتكون الخصية. عشان تتكون السبيرت بعد كيها في فيوتر. اللي بقى عادة تالي يجبنا بقى من الميزونافريكتي بيولز بقى مين? اللي جاب من الميزونافريكتي بيولز الحاجات دي. اللي هي ده تيولز اللي بتديمع كل سبيرن بالكسر. اللي اسمها بازا افرانشي. ومن التيبيولز. من الميزونافريكتي بيولز صلاحة كمان اول جزء من الابدادمس. اللي اسمه الهد اف ابدادمس. بعد كده بانا من الميزونافريكت ده. يطلع البيت الابدادمس. اللي هو مين? البودي والتالي. ومن المضافة الاحباء بكمل لك الباص ديفرنس. ومن الباص ديفرنس بعد كده اول ما حيطلع ركبان.